تسأل تقول تريد صفة مختصرة عن العمرة أخت الفاضلة بارك الله فيك العمرة في لغة العرب الزيارة ومعناها الشرعي هي التعبد لله عز وجل بالطواف حول الكعبة والسعي والتقصير والإحرام قبل ذلك يعني الدخول في نية النسك أخت الفاضلة أنتم في المدينة ميقاتكم ذي الحليفة اللي يسمونها الآن أبيار علي إذا جيتم أبيار علي تحرمون منها فليس شرطا أن تتوضعوا في أبيار علي أو تغتسلوا إلا في بيتكم في المدينة جهزون وبعد يروحوا في السيارة إذا مريتوا إلا في القطار الآن إذا مريتوا من عند أبيار علي تقول لبيك اللهم عمره خلاص الآن دخلتم في النسك يحرم عليكم جميع محظورات الإحرام اللي كانت مباحة قبل الإحرام اللي هي تغطية الرأس بالنسبة للذكر المرأة طبعا تغطي جميع بدنها تغطية الرأس بالنسبة للذكر لبس المخيط بالنسبة للذكر المفصل على أعضاء البدن مثل الثوب والفانيلة والسروال والطاقية مثلا والغترة مثلا هذه كلها إنما يلبس إزارة ورداء الذكر المرأة لا تلبس المخيط تلبس كاملا معدى تكشف وجهها بين محارمها وبين النساء تكشف وجهها كذلك ما يتعلق بقص الشعر حلق الشعر أو قص الشعر من جميع البدنها هذا ممنوع منه المحرم أيضا ما يتعلق بقضية الطيب ممنوع الطيب كذلك ما يتعلق بتغطية الرأس بالنسبة للذكر كما ذكرت قبل قليل ما يغطي رأسه الذكر ما يغطي رأسه يعني بشيء ملاصق وأيضا الصيد ما يصيد المحرم وقطع أيضا نعم الصيد صيد البر وهذه المحظورات وقص الأظفار أيضا الأظفار ما تقص ولا الشعر تمتنعون منه حتى تحرم طبعا تلبون من السنة طبعا لما تقول لبيك اللهم عمره بعدين تلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني تكثرون منها الرجال يرفعون أصواتهم والنساء يخفضن أصواتهم إذا جيتم مكة شرفها الله أول ما تجون المسجد الحرام يعني إذا حبيتوا تروحون الفندق إذا كنتم حابين تسكنون هناك حطوا غراثكم بالفندق ونزلوا شناطكم وريحوا شوي وبعدين روحوا اختاروا الوقت المناسب إذا كان زحام أول ما تجون المسجد الحرام تباشرون بالطواف ما تصلوا ركعتين لأن تحية المسجد الحرام لمن كان محرما الطواف لمن كان محرما الطواف تبدأون بالحجر الأسود وتطوفون سبعة أشواط تدعون الله من خيره الدنيا والآخرة بين الركن الإيماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا انتهيتم من الأشواط السبعة تصلوا ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان من المسجد الحرام حتى لو رحت السطح أو رحت الأروقة مثلا أو التوسع الجديد أو صليت إذا كان زحمة وممنوع تبتعدون الممشة تتجهون إلى الكعبة وبعدين تتضلعون من ماء زمزم تشربون تكثرون من ماء زمزم إن تيسر لكم وبعدين تروحون للصفة إذا جيتوا الصفة أول ما تصعدون على الصفة تقرؤون الآية إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قرأ قال أبدأ بما بدأ الله به وهذا سنة وليس بفريضة يعني إذا ما قلتها وإلا ما حفظتها ما عليك شيء تصعدون على الصفة وتتجهون إلى القبلة ترفعون أي تدعون الله أو شيء تكبرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعين الله من خير الدنيا والآخر ثم ترجعين تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وتدعين ثم تجيبين الثالثة وما تدعين بعدها يعني أنا الدعاء دائما يكون بين العمل وبعدها تنزلين طبعا لو قلت لي والله زحمة والرفق اللي معي وهم صابرين وأنا خايفة على نفسي وعلى عيالي مثلا لا أروحي معهم هذه سنة مستحبة الحمد لله أهم شيء أنك تصعدين على الصفة وبعدين تروحين إلى المروة الرجال بين العلمين الأخضرين يهرولون والنساء لا يمشين وتصعدين المروة ما تقرأين الآية خلاص الآية في بداية السعي تصعدين الصفة المروة وبعدين ترفعين إيديك تقولين نفس الأدعية أنت يسر لك اللي قلتها عند الصفة وتنزلين هذا الشوط الآن بديتي في الشوط الثاني بديتي في الشوط الثاني و سبعة أشواط تنتهين بالمروة تنتهين بالمروة بعدين خلاص الآن باقي التحلل الرجال يحلقون أو يقصرون والحلق أفضل والنساء يقصرنا قدر أنمنا أنمنا هذه عقدة الأصبع يعني تجمع المرأة شعرها كامل وتقصها طبعا ما تقص أمام الناس إذا راحت الفندق أو راحت السكن تقصوا خلاص هذه العمرة بسهولة و يسر بارك الله فيك وتحرصون على الصلاة في المسجد الحرام يا أم سعد ترجمة نانسي قنقر